نضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الخبير الجيولوجي الدكتور أحمد عسكر رئيس قسم الديوفيزيا بجامعة بغداد مساء الخير أهلا بك معنا إذن نتحدث عن زلزال 7.3 ب7 درجات و13 ونعلم بأنه إيران نشطة زلزاليا هل هذا له علاقة أيضا بكم الزلازل أم بقوته وخطورته لنتحدث عن 7 درجات شكرا جزيلا على الاستضافة أهلا وسهلا الحقيقة الموضوع الموضوع الزلزال الذي حدث أمس بالطبع هو يعني معروف لدى الجيولوجيين بشكل عام يعرفون أن هذه المناطق هي من المناطق الحقيقة التي تعتبر غير مستقرة بدليل أن هذا الحد الفاصل الذي يفصل بين الصفيحتين العربية التي هي شكل العراق الحد الأمامي أو الحافة الأمامية من هذه الصفيحة التي هي جزء أصلا من الصفيحة الأفريقية هذه المنطقة حقيقة هي في تمس مع الصفيحة التي يسميها الأوروبية الأسيوية الحقيقة التي تجمل تركيا وإيران وإلى آخره من الرقعة الموجودة في هذه الصفيحة هذه المنطقة طبعا الزلزال يكون كارثي والزلزال يكون كبير فيما إذا كانت على مستوى تحرك الصفيحة كاملة لأنها حركة تكتونية الحد الفاصل هو الحقيقة الذي يسميه بالحزام الجزالي في منطقة زاحفة يعني هنا عندنا منطقة زحفة طبقات على بعضها طبعا في باطل الأرض أكيد هذه المنطقة تكون قلقة خصوصا إذا كانت الطاقة الكامنة التي أدت إلى هذا الجزال تكون كبيرة وبالتالي تصرف هذه الطاقة بهذا الشكل طيب العراق إذن الكويت العراق طبعا للأسف نتحدث عن قتلة وجرحة بعدد كبير الكويت إلى أي درجة نتحدث وخطير جدا توابع الزلزال وماذا نتوقع الكويت شعرت بالزلزال كتوابع يعني بين أربع وخمس درجات بالإمارات طبعا البعض شعر قليلا بما حدث إلى أي درجة نحن معرضون لهزات ارتدادية جراء ما يحدث في إيران كون أرض نشطة زلزاليا ونتوقع المزيد يعني خلاص حدثت الهزة والهزة هي ريجونال الحقيقة حثت مو بس شعر بأهل الكويت وشعروا بها بالسعودية وحتى في مصر وفي فلسطين أيضا كان أحساس بالهزة إذن هي حثت على نطاق واسع طالما حثت على نطاق واسع بمعنى أن هناك طاقة عظيمة تحررت بفعل هذه الحركة وهذا الجهد اللي هم الجيولوجيين الحقيقة واللي هم الناس اللي لازم نقطة يعرفوها أن هناك منطقة زحفة أو يسموها بل ثرست زون أو كفالق زحف يسموه ثرست فولت الحقيقة الزحف يتم على شكل يعني لو ردنا نرسم بيدنا الشغلة التي تحدث هنا أنه هي ليست بتصادم ليست بكوليجين بهذا الاتجاه بل هو بهذا الشكل بالشكل الزحف اللي تتحول الطبقات اللي موجودة اللي أو التكاوين إلى داخل وهذا يؤدي إلى فهنا نعم تابع هنا ماذا الذي يحدث طيب أردتك أن تكمل جملتك على أي حال هذا الذي شرحته إلى ماذا يؤدي وغير حتى موضوع الزلازل كوارث الزلازل اللي تكون تكون كارثية أكثر طبعا إذا طبعا المدن اللي واقعة على تخوم الجبال أو تكون موجودة على أرض صلبة قوية هذا يزيد من حجم الكارثة واله السبب نشوف الخسائر اللي حزت في إيران بالمناطق اللي أصلا هي مناطق جبلية ومناطق البيوت والمدينة أساسا قائمة على صخور صلبة فاله السبب تكون أي صدمة صحيح وهذه المنطقة الجبلية هي التي كانت أكثر تضاررا بإيران نعم في حين الجانب العراقي الناس اللي شعروا أو المدن الواقعة في العراق الحقيقة شعروا بالزلزال بدليل أنه هم الموجات انتقلت عبر حوض رسوبي والحوض الرسوبي حقيقة متكون من صخور فتاتية يسميها نحن بالكلاستيك روكس اللي تحتوي أيضا يعني متكونه من الرمل والطين وإلى آخره من الصخور الفتاتية زائد وجود محتوى مائي خزين مائي هائل أكو بين هذه الصخور فهذه تكون شرط أبسورفور الحقيقة تحاول أن تمتص الزلزال أو قوة الهزة وتقلل من كارثيتها نتحدث عن كوارث عديدة نتحدث عن كوارث طبيعية ب2017 فقط أربع كوارث طبيعية في إيران إلى أي درجة أنتم تربطون الموضوع في عوامل أخرى مسببة أيضا غير طبيعة الأرض اليوم النشاط النووي الإيراني على سبيل المثال إلى أي درجة هو من العوامل التي تضيف لخطورة الموضوع نعم لا يعني هناك فرق كبير بين التجارب اللي يقوم بها الإنسان أو مثلا أو الفعاليات الطبيعية ممكن أن تكون لوكال أحيانا تهدث هزة أرضية في محافظة معينة دون أن تكون يعني دون أن تكون على نطاق واسع هذا بسبب الإجهادات اللي موجودة على الصخور ممكن يكون إجهادات قوية على الصخور فتأدي إلى كسرها وبالتالي حركته أيضا بالنسبة للفعاليات البشرية اللي يقوم بها الإنسان مثل ما تفضلت إذا كان هناك نعم أكون نشاط نووي لا يحدث يعني نتيجة ما لما تكون كارثية بهذا الشكل ولا يمكن أن يصل تصل الأمواجات الززالة إلى مناطق بعيدة بهذا الشكل إلى مناطق بعيدة بهذه القوة شكرا لك على هذه المشاركة معنا عبر أكمار صين عين بغداد الخبيل الجيولوجي دكتور أحمد عسكر موسيقى